وصفتين لأهم مشروبات مهمة تعمليها أثناء الدورة الشهرية ترفع المناعة المناعة تبقى واقعة بالنزلات البرد خصوصا في الشتاء لديك البنجر مع عصير البرتقان مع اللمون الأضالية ممكن تضع مرة برتقان ومرة للمون ولكن الشمندر أساسي معك ستضع الشمندر مع عصير البرتقان أو اللمون وعايزة تغير طعم الشمندر تضع فراولة أو كريز أو أي شيء المهم أن تضرب في الخلاط من غير سكر أو ممكن تضع عصر أبيض العصر الأبيض مفيد جداً وحادرتك تصفيه وتعمليه في أزايز كده وكل يوم الصبح تروح يشربه إزازة يرفع المناعة ويورد الخدود وهتبقى حاجة أمر ياريت بنت بالبنات كده تساعدني وتكتب الوصفات دي تحت ايه في التعليقات أسقف لها وعمل لها لايك جمدة قوي طبعاً للناس هتعمل لايك لحد دلوقتي اعملي لايك أنا عمالة أطلع لك عصارة أفكاري عصارة مجهودي وصفاتي السحرية لبشرة نظرة ولتحسين المزاج أثناء الدورة الشهرية طبعاً هذه الوصفات تنفع لأي حد لأنها وصفات طبيعية بانجر برتقان لمون فراولة كريز يتضربوا مع عصر أبيض يتصفوا ويتعاملوا في أزايز يتشربوا زي الفل طب لو واحدة دي بقى حد مليانة يعني الوصفة دي تنفع لكل الناس طب وصفة للنحافة مع الدورة الشهرية اللي هو بقى هنعمل ايه؟ أساسي فيها الطمر والمكسرات والعسل الأبيض يبقى هنعمل ايه؟ هحط طمر مع لبن مع عسل أبيض مع مكسرات مع كذا ونضربهم وده عشان صفي ده هنشربوا كده بصي بقى طاقة ويديك طاقة وحيوية